خلينا نروح للشكوى كمان اللي تقدم بها النادي الأهلي النهاردة الصبح كانت شكوى رسمية للتحاد الكرة وأخرى ممثلة للجنة الانضباط والأخلاق ضد إمام عشور لعب الزمالك وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديهم بعد التجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها طبعا المشار إليهم بعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب اللي أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر أرفق الأهلي بشكوى فلاشات تضمنت خمسة فيديوهات للعب إمام عشور وزميله وهم يكيلون السباب والشتائم والألفاظ الخارجة للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيان النادي وجماهيره وجيه في شكوى النادي أن التصرفات والألفاظ والشتائم التي جاءت على لسان عشور وزميله تمثل أفعالا مشينة وانتهكات دخيلة على الوسط الرياضي وتثير الفتنة بين الجماهير ومخلفة لكل قواعد الأخلاق وتؤثر على ثلوكيات الشباب بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم وكذلك طبعا زي ما قلت الدولي لوائح فيفا الانضباط والأخلاق لاتحاد كرة القدم ضمنت شكوى أيضا أنه لم يكن هناك مبرر على الإطلاق لقيام إمام عشور وزملائه بهذه التجاوزات وتوجيه الاتهامات لشخصيات قيادية في النادي الأهلي وكيل السباب والشتائم بألفاظ يعاقب عليها القانون خاصة أن المباراة أقيمت على ملاعب النادي الأهلي ولم تشهد أي أحداث عارضة وجرت في إطار تنافسي على بطولة الجمهورية لكن عشور اعتاد التجاوز في حق الغير وسبق وأنقام بالتعدي على لعب الأهلي وليد سليمان عقب مباراة السوبر المصري اللي قيمت فيه الإمارات بالركل بالقدم وبشكل فيه انتهاك لكل قواعد الأخلاق والأدب خاصة أن وليد سليمان كان ملقع على الأرض وقامت لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف عشور عشر مباريات عقب هذه الوقع واللي كان الكثير يرى أنها تستوجب عقوبة أكبر طالب الأهلي في شكوى أيضا ضد لعب الزمالك وزملائه بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق خاص حرصا على الأجواء التنفسية والعلاقة بين جماهير الناديين خاصة أن إمام عشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقاعة عديدة ولم ترضعه العقوبات السابقة